بسم الله الرحمن الرحيم بيان صحفي ويستمر النظام المجرم وحلفاؤه الروس والإيرانيون ومرتزقتهم بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين والأطفال في سوريا إنما وقع اليوم فقط من مجازر بحق الطفولة باستهداف روضة أطفال في حرستة راح ضحيتها ثمانية أطفال شهداء في حصيلة غير نهائية إضافة إلى عشرات الجرحة وكذلك استهداف السوق الشعبي في مدينة دومة راح ضحيته خمسة شهداء من الأبرياء حتى الآن تلك الجرائم التي أضحت بمثابة الخبز اليومي للمدنيين في دومة وعموم الغوطة الشرقية وذلك يطرح مجدداً علامات الاستفهام حول عجز المجتمع الدولي وصمته المريب والغير مبرر فلو كانت تلك الجرائم التي وقعت اليوم فقط قد وقعت في أي عاصمة غربية هل ستكون ردة الفعل بنفس البرود واللا مبالاة؟ ألا تستحق الجرائم الممنهجة ضد الشعب السوري من قتل وحصار وتهجير قسري وتغيير ديمغرافي وقفة إنسانية جادة من المجتمع الدولي ينبغي على المجتمع الدولي أن يغسل هذا العار عن جبين الإنسانية جمعاء خاصة بعد العز والشلل التام لمجلس الأمن الدولي عن قيامه بواجبه بحماية المدنيين وعليه فإننا في الهيئة العامة في الغوطة الشرقية نطالب دول العالم أجمع بالاتحاد من أجل السلام في سوريا وكف يد الاحتلالين الروسي والإيراني وحليفهم نظام الأسد عن تدمير ما تبقى من سوريا وقتل وتهجير ما تبقى من شعبها الغوطة الشرقية ستة إداعش 2016 ترجمة نانسي قنقر